الازمة السياسية في العراق التي توسعت لتشمل منصب رئاسة البرلمان ستمتد لايام فالنواب المعتصمون الذين قرروا سابقا اقالة رئيس البرلمان سليم الجبور ونائبيه عجزوا عن تحقيق النصاب القانوني لجلسة اخرى لانتخاب هيئة رئاسة جديدة وقرروا تأجيل الجلسة حتى الاثنين في الجانب الاخر تحالف القوى العراقية الذي يمثل العرب السنة يتمسك بالجبور رئيسا للبرلمان التحالف قال ان جلسة الاثنين المقبل ستكون لكافة اعضاء البرلمان من المعتصمين وغيرهم وسيترأسها الجبور ونائبيه ادعو كافة الكتل السياسية والحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية الذي هو مستقبل العراق الى ادامة الحوار خلال هذه الايام القادمة التحالف رفض جلسة الخميس الماضي التي تمت خلالها اقالة الجبوري مؤكدا في بيان على ان التغيير يجب ان يكون وفق اطار الديمقراطية والدستور ومذكرا بالتوافقات السياسية التي تمنح رئاسة مجلس النواب للمكون السني وخاضت رئاسة البرلمان وقالة الاحزاب لقاءات مع كتل السياسية لتخفيف حدة الازمة وفتح ابواب للتفاوض وسط انباء تحدثت عن مساهمة التيار الصدري في تخفيف التوتر في الشارع تجاه ازمة المجلس فيما ينتظر البرلمان اسماء حكومة التكنقراط الجديدة يوم الاثنين او بعده بايام قليلة للتصويت عليها جاسم محسن العربية